انا بدي ازرع شعر وياترى هالزراعة ممكن تناسب شعري او لا او ممكن تنجح العملية او لا وهل عملية زراعة الشعر بتسبب الم او مشاكل كتيره وهل رح احصل على النتائج المطلوبة ورح كور رضيان عن عملية زراعة الشعر وياترى بعد العملية كيف ممكن حافظ على الشعر من دون ما يتساقط او كيف فيني حافظ على شعري بشكل يكون قوي طيب ممكن الشخص يزرع شعر دقنه او شعر جسمه ومكان شعر الرأس وهل ياترى الحقن البلازمة او الميزوتيرابي ممكن يحل مكان عملية زراعة الشعر السلام عليكم بفيديو اليوم رح حاول جاوكم على اغلب هاي الاسئلة ورح نشرح لكم كيف بتتم زراعة الشعر وقبل ما نبلش الفيديو ياريت تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة ويلي ما تابع الفيديوهات الحلقات الماضية احنا حكينا بفيديوهين عن الشعر او عن تساقط الشعر والصلاع فيكن تروحوا تشوفوا الفيديوهات هاي لحتى نفهم موضوع التساقط الشعر وزراعة الشعر بشكل افضل وهلا خلونا نبلش الفيديو جاهزوا حالكم تابعونا بعد الفاصل موسيقى موسيقى بداية من هنه الاشخاص اللي زراعة الشعر بتناسبهم او هي الحل الامثل اليهم اولا عندنا الاشخاص اللي بيعانوا من الصلع الوراثي هدول الحل الامثل بالنسبة اليهم هو زراعة الشعر طبعا قبل ما يلجأوا لعملية زراعة الشعر لازم يكونوا جربوا الطرق غير زراعة الشعر اللي حكينا عنا بالفيديوهات الماضية وبعد سنة من استخدام هاي الطرق اذا ما نفعت ممكن يلجأوا لحل زراعة الشعر وثانيا الاشخاص اللي عندهم ندبة بالرأس او تعرضوا لحرق بشعر الرأس وبتكون مساحة هذا الحرق كبيرة نسبيا هدول كمان ممكن يزرعوا شعر لحتى يغطوا هاي المنطقة لحتى ما تبين وحتى النساء اللي عندهم تساقط بالشعر كثيف وعندهم فراغات كبيرة بجلدة الرأس او بفروة الرأس كمان هدول ممكن يلجأوا لحل زراعة الشعر وهلا بعد ما حكينا عن المرضى اللي بيحسنوا يزرعوا شعر يا ترى مين هنه المرضى اللي ما بيحسنوا يزرعوا شعر او اللي زراعة الشعر ممكن ما تناسبهم او ممكن ما تكون لهم خيار امثل بداية عنا عامل العمر كتير مهم لانه مع تقدم العمر الشعبة رح تفقد حيويتها ورح تفقد نظارتها ورح تصير قابلة للتساقط بشكل كبير فلهيك كل ما تمت الزراعة بعمر اصغر كل ما كانت نتائج افضل واحسن فالاشخاص اللي بيكون عمارهم فوق الاربعين سنة ممكن يكون خيار زراعة الشعر ما هو مناسب لهم الثانيا عندنا الاشخاص اللي بتكون المنطقة المانحة عندهم ضعيفة طيب شو هي المنطقة المانحة هي المنطقة اللي بناخد منها البصيلات لحتى نزرعها بالمنطقة اللي بدنا اياها وغالبا هاي المنطقة يعني المنطقة المانحة هي المنطقة الخلفية بالاضافة الى الجوانب يعني الاشخاص اللي عندهم المنطقة المانحة ضعيفة هدول زراعة الشعر ما رح تكون مناسبة لهم وفي حال هن زرعوا شعر رح يكونوا بمشكلة الصلع فرضا من الامام ورح يصيروا بمشكلة تانية اللي هي رح تشوه المنطقة المانحة ورح يبين فيها فراغات كبيرة وهون بنجي لسؤال كتير مهم يا ترى اذا انا كانت عندي المنطقة المانحة ضعيفة ممكن ازرع شعر من الدقن او من شعر الجسم بحالات جدا قليلة ممكن الشخص يزرع شعر الدقن مكان شعر الرأس طبعا اذا كانت طبيعة هذا الشعر بتشابه شعر الرأس اما اذا كان على سبيل المثال الدقن كانت خشنة فاكيد ما رح تناسب زراعة الشعر وثالثا الاشخاص اللي ما بيحسنوا يزرعوا شعر او ما بتناسبهم عملية زراعة الشعر هن المرضى اللي عندهم امراض نفسية رئيسية او كبيرة طبعا هدول المرضى صعب انه نتوقع ردة فعلهم لهيك ممكن ينزعجوا ممكن يخربوا مكان العملية او ممكن حتى ينتفوا شعرهم ورابعا عنا قسم من الامراض اللي عنده هاي الامراض لازموا تقييم من قبل الطبيب اللي بدي يسويه عملية زراعة الشعر وبعد هذا التقييم حسب خطورة العملية ممكن الدكتور يقرر في حال يناسبهم عملية زراعة الشعر او لا ومن هاي الامراض عندنا امراض السكري بالاضافة الى امراض القلب والقصور الكبد والكلية وهلا بنجي على عملية زراعة الشعر كيف بتتم عملية زراعة الشعر وشو هي مراحلة بداية عندنا حلاخة شعر الرأس بالكامل وبعدين تخدير المنطقة المانحة اللي بنا ناخد منها البصيلات وبسبب عدد الابر الكبير المطبق على هاي المنطقة ممكن هذا الشي سبب ازعاج للمريض وقلم لكن هو المحتمل وشوي شوي تدريجيا لبينما تخدر المنطقة رح يخف هذا المنطقة بشكل كبير وبعد ما خدرنا المنطقة المانحة بنجي على اهم مرحلة من مراحل زراعة الشعر اللي هي مرحلة الاقتطاف اقتطاف البصيلات من فروة الرأس وهي المرحلة كتير مهمة ليش؟ لانه نحنا رح نقطف هاي البصيلات ورح تضل خارج الجسم ولانه رح تضل خارج الجسم رح تكون مقطوع عنا التروية الدموية بالاضافة الى الغزاء ولهيك كل ما اصرت هاي المرحلة كل ما كانت فرصة نجاح العملية اكبر ومرحلة الاقتطاف لازم ما تتجاوز الساعتين وبعد مرحلة الاقتطاف بتم تقسيم هاي البصيلات اللي قطفناها الى اقسام لانه ممكن البصيلات مثل بعض في عندنا بعض البصيلات تحتوي على شعره واحدة وبعضها بيحتوي على شعرتين او ثلاثة وبعض الشعر بيكون له اتجاهات مختلفة فلهيك نحنا لازم نقسمهم ونفصلهم عن بعض وبعدين منجي على المنطقة اللي نزرع فيها شعر ومنخدرها بالكامل ومنفتح فيها قنوات تمهيدا لزراعة البصيلات اللي قطفناها بهاي المنطقة واخيرا اخر مرحلة هي زراعة البصيلات بعد ما فتحنا القنوات منزرع البصيلات بمكان هاي القنوات بس لازم تتم هاي العملية بدقة كبيرة ولازم ننتبه على اتجاه الشعره مشان ما تكون كل شعره رايحة باتجاه مختلف وهاي هي كل مراحل عملية زراعة الشعر طبعا عملية زراعة الشعر تستغرق تقريبا 6 ساعات وهلا بدنا نحكي عن عوامل او اسباب نجاح عملية زراعة الشعر بداية عنا قوة المنطقة المانحة مثل ما حكينا كل ما كانت المنطقة المانحة كثيفة وقوية كل ما زادت فرصة نجاح عملية زراعة الشعر وثانياً عندنا طبيعة الشعر كلما كانت الشعر قوية وسميكة كلما هذا الشيء كان يقوي فرصة نجاح العملية وأخيراً عندنا والأهم اللي هو الكادر الطبي اللي عنده خبرة واللي بيعرف يتعامل مع البصيلات ويحاول يقلل مدة بقاء هاي البصيلات خارج الجسم وفي نقطة حابب وضحى في حال كانت مساحة الصلعة كبيرة فبتم عملية زراعة الشعر على قسمين أو على مرحلتين العملية الأولى بتم زراعة المنطقة الأمامية فقط لأنه هي هالمنطقة هي بتعطي شكل الوجه وبتعطي جمالية للوجه وبالعملية الثانية أو بالمرحلة الثانية فقط منكسف المنطقة اللي خلف المنطقة الأمامية ملاحظة هامة بالمنطقة اللي بنزرع فيها كل واحد سانتي متر مربع لازم يكون فيه وسطياً ميت بصيلة من الشعر وفيه عندنا نسبة تقريباً عشرين بصيلة هاي غالباً رح تتساقط بعد عملية زراعة الشعر لهيك الدكتور اللي بدي يسوي عملية زراعة الشعر لازم يكون حاسب حسابها الموضوع فهو على سبيل المثال بالواحد سانتي متر مربع لازم يزرع مثلاً مية وعشرين بصيلة بحيث إذا هرت أو إذا تساقطت العشرين بصيلة هذا الشي ما رح يأثر كثير على الشعر أهم النصائح بعد عملية زراعة الشعر استخدام كمادات السلج وعدم إحناء رأس قدر الإمكان بالإضافة إلى النوم على الظهر بزاوية 45 درجة لمدة أسبوعين على الأقل وتجنب التقلب والدوران وكمان تناول أدوية مضادات الاتهاب مثل البروبين وغيرها ما عدا الأسبرين لأن الأسبرين ممكن يسبب أنه نزف مكان العملية وعدم التعرض لأشعة الشمس بالإضافة إلى تجنب التمرينات الشاقة والسباحة وحمل الأوزان وبالنسبة للتدخين لازم على الأقل نوقف تدخين لمدة شهر ولازم كمان ما نحك فروة الرأس مشار ما يتساقط الشعر ونشرب مي كتير وممكن كمان ناخد الفيتامينات والأدوية اللي وصفها الطبيب لأنه هاي الفيتامينات بتسرع الشفاء وبتساعد بالنمو بصائلات الشعر وبعد ما انتهينا من شرح عملية زراعة الشعر نجي على حقنا البلازمة بداية الدم بيتكون عنها من أربع أقسام البلازمة بالإضافة إلى كوريات الحمر والكوريات البيض والصفيحات الدموية هاي الصفيحات تفرز عوامل اسمها عوامل النمو وبتساعد أنه وقت يصير عندنا جرح أو نزف بتساعد بتشكل تكتل مشار نسد هذا الجرح ومكونات البلازمة اللي نحنا بنحقنا بالجلد هي القسم الأول اللي حكينا عليه اللي هو البلازمة بالإضافة إلى الصفيحات الدموية لأنه تفرز مثل ما حكينا عوامل النمو بداية كانت فكرة استخدام حقنا البلازمة بالجروح الكبيرة لحتى تساعد بالتقام الجروح وسرعة الشفاء بعدين اتطورت هاي الفكرة وصار إلى عدة استخدامات مثل شد الوجه ونستخدمها كمان مشان تساقط الشعر بالإضافة إلى الهالات السوداء حول العين وتشققات الجلد وعملية حقن البلازمة بالتم أنه نحنا بناخد البلازمة مع الصفيحات الدموية وبنحقنا بشكل مباشر بالمنطقة اللي بدنا نعالجها طيب يا ترى هل حقن البلازمة هو علاج فعال لتساقط الشعر طبعا دراسات أثبتت أنه حقن البلازمة ما بيؤدي إلى نمو الشعر لكن ممكن جزئيا يوقف تساقط الشعر لهيك ما يعتبر هو حل فعال أو حل جزري لتساقط الشعر وأخيرا عنا آخر إجراء اللي هو الميزو تيرابي وهو عبارة عن حقن سائل بيحتوي على معادن بالإضافة إلى فيتامينات وأحماض أمينية منحقنه بالطبقة المتوسطة تحت الجلد وتستخدم تقنية الميزو تيرابي لشد الجلد بالإضافة إلى تصبغات وتشقوقات الجلد وممكن كمان يستخدم بتساقط الشعر وبالنسبة لإجراء حقن الميزو تيرابي وشابه إلى حد كبير حقن البلازمة فنحن بنحقن هذا السائل اللي حكينا عليه اللي بيحتوي على المعادن والأحماض الأمينية والبيتامينات بنحقنه بالمنطقة اللي بدنا نعالجها وبالنسبة لعلاج تساقط الشعر عن طريق حقن الميزو تيرابي يستخدم كل أسبوع جلسة لمدة 6 أو 10 جلسات تقريبا وبالنسبة لفعالية حقن الميزو تيرابي كمان هي فعالية مؤقتة يعني ما رح تنمينا شعرنا لكن ممكن توقف تساقط لمدة قصيرة ممكن تكون سنة أو أقل وهذا كان كل شي بخصوص زراعة الشعر وحقن البلازمة والميزو تيرابي بتمنى يا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا انتظرونا بالفيديوهات جديدة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر